وصل ميليشي الحوثي تصعيدها في جبهات عدة حيث دارت مواجهات في جبهة جيشان بمحافظة أبيان وقالت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة أحبطت هجوما شنت الميليشيا على مواقع تمركز القوات بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهون وضفت المصادر أن المواجهات تركزت في جبهة القشعة والشطبة بالعوسج بإقطاع جيشان وانتهت بكسر عناصر ميليشي الحوثي وسط خسائر مادية وبشرية اشتركوا في القناة